السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في الشابط الرقم 5 مادة الميكانيك الهندسية وهذا هو analysis of structures and forces in beams طيب اليوم هننحل بعض المسائل علشان نفهم أكثر الشابطر هذا هنبدأ بال problem number 1 السؤال المطروح يقول لك على حسب الصور الموجودة name the type of each structures هننعرف أنه في structure فيه ثلاثة نواع يأما يكون trust أو أنه يكون frame أو أنه يكون machine هذه ثلاثة نواع متعد structure يعني بتكون هذه ثلاثة نواع هنمتب الحالة الأولى الحالة الأولى حتكون يعني لما يكون trust يعني بيكون أشكال زي هذه الشابطة مثل ذات ولازم يكون ما بين support هذا والsupport هذا بيكون إذراع الحالة هذه بيكون trust الحالة الثانية نفس الشيء ما بين support هذا و support هذا فيه beam ما بين يعني بتكون شكال مثل ثلاثات زي ما كم شايفين يعني نفس الشيء هذه بتكون trust بالنسبة للحالة الثالثة على طول هي معروفة يعني بتكون هذه machine الحالة الرابعة نفس الشيء هذه بتكون machine هذه الفرق ما بين حالة هذه والحالة هذه أنه هنا ما في لو كان بيم هنا نعتبرها هذه trust لكن بما أنه هذا غير موجود هذي تعتبر frame نفس الشيء هنا في بيم ما بين support هذا والsupport هذا وهنا أشكال مثلثة يعني حيكون هذا على طول trust بالحالة هذه نفس الشيء ما بين support هذا و support هذا ما في بيم يعني حتكون هذه frame آخر شيء طبعا هذه زر راضية حتكون machine يعني هيك بالطريقة هذه تم تصنيف يعني structures الحين حنمر ال problem 2 ال problem 2 بيقول لك classify each of the structures يعني هذه كلها structures ثلاثة حالات يقول لك يعني صنفها إلى completely أو partially أو un properly constrained يعني بعدين حنشوف إيش فيها determined و undetermined عشان يعني نشوف الفرق ما بين هذا من الاثنين يعني لازم نجيب number متعة الممبر يعني فيه number متعة الممبر اللي هي عدد الأذرع في كل number of numbers اللي هي حنسميها m كم من m هنا حيكون يعني تقريبا حتكون واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبحة ثمانية تسع عشر احداش اثناش يعني بقى تساوي اثناش اثناش نذرع بعدين حنشوف ال number of joints يعني عدد نقاط الالتقاء لهذه مثلا واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حنسميها n تساوي ثمانية ونمبر متعة ال reactions يعني عدد القوة المجهولة اللي هي حنسميها r كم من r هنا فيه قوة pin يعني حيكونوا قويتين وهنا رولور قوة واحدة يعني كم من قوة قوة ثلاثة يعني الر بتكون ثلاثة طيب في الحالة هذه نحسب ال m plus r ونقاربهم بثنين n طيب كم ال m plus r ال m يعني ال m اللي هي اثناشر مع ال r اللي هي ثلاثة يشيخ مستاشر والثنين n اللي هي ستتاشر شو باللاحظ اللحظ انها ستتاشر اكبر من خمستاشر يعني في الحالة هذه m plus r أصغر من ثنين n في الحالة هذه بنسميها بارسيالي بسمى بارسيالي كونسترينت 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 لما تكون يعني m plus r أصغر من ثنين n نفس الشي هنا هنحسب ال m شوفها كم ونحسب ال n كم وال r كم يلا نحسب ال m ال m اللي هي عدد الأضاء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اثناش ثلاثة يعني ال m تسوي ثلاثة ال n اللي هي عدد الجوانت هنحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يعني هنا الآن بتكون ثمانية يمنها الآن ثمانية نقدر نحسب ال r اللي هي عدد المجهولة اللي هي هذي اثنين بين وهذه واحد نفس الشي بتكون ثلاثة نفس الشي نحسب m plus r ونقارنها باثنين n ال n plus r كم يعني ثلاثة مع ثلاثة يساوي ستتاشر واثنين n يساوي ستتاشر شو باللاحظ باللاحظ انه n plus r تساوي اثنين n هنا لما تساوي الحالة هذه بنسميها am properly constrained يعني am properly constrained اللي هي الحالة هذه بالحالة الثالثة والأخيرة نفس الشي هنحسب ال am كم تساوي ال am نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اثناشر ثلاثة يعني ال am ستكون عدد الأعظام بتاعها ثلاثة بعدين هنحسب ال am اللي هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية افهم ثمانية اوكي بالنسبة لل r عدد القوة هنا قوة اثنين ثلاثة وهذه اربعة يعني ال r بتكون اربعة في الحالة هذه plus r ونقرنها باثنين n ال am plus r بتكون سبعتاشر واثنين n تساوي ستتاشر يعني اللاحظ انه m plus r اكبر من اثنين n الحالة هذه يعني هيكون completely completely constrained يعني حتكون الحالة الاولى اللي هي هذه اللي هي completely constrained يعني 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 اما تكون partially constrained لما تكون n plus r اقل من 2n او un properly constrained لما تكون تساوي لما تكون اكبر نسميها completely constrained يعني هذه الحالات لكن بيقول لك اعطيني هلان في الحالة determined او determined طيب هذه عادت القوة المجاهلة لهذه الاثنين وهذه واحدة ثلاثة يعني بتكون determined النسبة لهذه نفس الشيء ثلاثة determined 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 determinit والحالة الاخيرة هتكون 4 هذي 2 وهذه 2 بتكون 4 يعني هتكون determinit يعني هذا هو التصنيف متحم يعني على حسب هذا هو problem 2 الحين نمر لproblem 3 يقول look for the beam and loading shell يعني على حسب الbeam هذا ذراع هذا والقوة الموجودة أرسم chair والبندق ممو diagramis يعني الرسمة chair والبندق ممو diagramis أول شيء لازم نعاوض القوة في support مثلا في C هنا عنا fixed بما أن fixed هيتعاوض بcouple اللي هو m c وحيكون قوة فوقية وقوة عمودية وهذه cx وهذه c وحي لازم نجيب المجاهي لهذا مثالات أول شيء هيكون couple n c وهنا هتكون cx وهنا هتكون cy طيب لو ناخذ sigma fx يساوي 0 يعني القوة الوحيدة الموجودة على المحور x اللي هي cx يعني على طول cx يساوي 0 يعني ما في cx نفس الشيء لو ناخذ sigma fy يساوي 0 يعني هتكون p اللي هي هذه plus ناقص p اللي هي هذه مع c y اللي هي plus لأنها الفوق يعني تساوي 0 على طول p تساوي 0 على طول معناه c y تساوي 0 يعني cx تساوي 0 وcy يساوي 0 باقي mc كيف هنجيب mc هنساوي sigma m a تساوي 0 يعني المجموعة العزم في النقطة a يساوي 0 طبعا العزم بتاع القوة هذه يساوي 0 l على 2 هنضربها في p يعني p l 2 طبعا اللفة هتكون في الاتجاه هذا هتكون يعني معاعة قرب الساعة هتكون بال minus والعزم هذا كيف يعني بيكون حكس عقرب الساعة بيكون plus يعني plus mc يساوي 0 يعني على طول العزم يساوي p l على 2 يعني بالحالة هذه الرسمة هتصبح بالشكل التالي هنا عنا ال p في a في النقطة a عن p في النقطة b عنا p في النقطة c عنا عزم بس اللي هو كم p l على 2 اللي هو هذا p l على 2 يعني الرسمة أصبحت بالشكل هذا طبعا ما ننسى المسافة هذي نص l المسافة هذي نص l طيب الحين هنجيب يعني chair وال bending ممت طيب نقدر يعني نشيل هذا كله علشان نشرح بقية يعني الحل طبعا هنا عنا كم قوة موجودة في قوة عزم يعني هنا عنا قوة وهنا قوة وهنا عزم يعني هيكون عندي cat هنا وcat هنا هنسوي cat هنا وcat هنا الكات الأول بالنسبة لcat رقم واحد يعني هيصبح هذا هو A اللي هي هنا بقوة B هنا حيكون عنا chair نازل وهنا chair يكون في اللاحية هذا الكوبل طبعا هذا اللي هو B L على اثنين هذه القوة اللي هي B هذا هو chair اللي هو V وهذا هو chair V طبعا هذا الكوبل M وهذا العزم M طبعا من هنا الكات الأول يعني هنشتغل على النص هذا لما نشتغل النص هذا هنستعمل sigma F Y تساوي 0 كمن قوة موجودة هنا عندنا B اللي هي plus اللي هي هذه وال V اللي هي minus V يساوي 0 يعني على طول V تساوي يعني قيمة B على طول يعني الكات الأول اللي صار كات number 1 هذا اللي صار ما بين A وال B هيكون قيمة chair متاعه تساوي B يعني لما نرسم ناخذ الرسمة متعة chair والبندنج ستكون هذه النقطة A وهذه النقطة C وهذه النقطة B في النص هذه A وهذه B طبعا هذه C هذه M وهذه تشار اللي هو V طيب كم حصلنا V حصلنا ها ثابتة منين ثابتة من بين A وال B يعني ما بين A وال B ستكون ثابتة اللي هي هذه قيمتها اللي هي كم اللي هي تساوي قيمة B بالنسبة للعزم نستعمل sigma M تساوي 0 يعني ما ننسى أنه الكات صار على مسافة اللي هي X يعني العزم طبعا هيشير في النقطة هذه العزم العزم منتعة القوة P هذي هيكون يعني المسافة اللي هي P X P في X يعني القوة في المسافة X لكن حتكون يعني في الاتجاه هذا حتكون مع قرب الساعة تكون بالميرس وما ننسى ال M هذه اللي هي عكس قرب الساعة تكون plus M تساوي 0 يعني ال M على طول حتكون P في X طبعا ال X يمكن تكون 0 يعني في النقطة هذه A أو بتكون نص ال L اللي هي يعني في النقطة B يعني لما تكون 0 على طول ال M بتكون 0 ولما X بتكون نص ال L يعني عفوا ال P ال M بتكون P L على 2 هذه ال P L يعني هنا ال P هتكون هذه قيمتها هنا هتكون 0 يعني P L على 2 يعني هتكون الرسمة هذه هي يعني البندق ممت ما بين A وال B الحين هنمر لل كات الثاني اللي هو الكات هذا يعني الرسمة هتصبح بالشكل هذا يعني هناخذ الكات الثاني يعني هذه النقطة A هذه النقطة B هذه هتصبح وهنا هو الكات يعني هيكون هذه ال V هتكون V نازلة من هنا هيكون العزم A هنا وهو العزم هذا A طبعا بما الكات هذا رقم 2 هو الأخير هناخذ الناحية هذه هنشتغل على هذه هنستعمل Sigma F يساوي 0 يعني كم عنا ال P الوحيدة اللي هي هذه اللي هي يعني ال V على طول ال V بتكون 0 لأنها القوة الوحيدة يعني ما بين ال P الكات اللي صار ما بين ال P وال C هتكون قيمة H يعني على طول هتكون 0 ثابة هنا 0 يعني هذي الرزم منتعة H بالنسبة للعزم هتكون Sigma M يساوي 0 في الحالة هذي يعني هنرجع للرسمة هذي شو عنا ال M هذي اللي هي مع عقار بالساعة يعني بتكون minus M والعزم اللي هو هذا اللي هو عكس عقار بالساعة يكون plus P L على 2 يساوي 0 على طول ال M بتكون P L على 2 يعني العزم هيكون ثابت نفس القيمة اللي هي P L على 2 يعني هيكون P C سيكون ثابت يعني هذي هي الرسمة منتعة البند البند منتعة الشكل هذا طيب هذا هو يعني الحل منتعة number 3 طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقيت شرح الشابتر هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو